استكمالا لما بدأنا في الحلقة اللي فاتت عن موضوع الهشاشة النهاردة هنعرف نشخص الهشاشة ازاي وايه هي طرق الوقاية والعلاج تشخيص الهشاشة بيكون باستعمال ما يسمى اياس هشاشة او ديكساسكان وفيه من قارن الشخص اللي عاوزين نقيس كثافة عضمه باخر طبيعي في نفس سنه ونديله رقم يعبر عن كثافة عضمه فلو فرضنا الشخص الطبيعي كثافة عضمه زيره فلو زادت كثافة العضم شوية لزائد واحد او قلت لناقص واحد كل ده لا يزال في معدل الطبيعي طيب لو قلت اقل من سالب واحد زي سالب واحد ونص او سالب اتنين ده بيسمى بضعف العظام ولسه لا يقال عليه حتى الان هشاشة الهشاشة تبدأ من رقم ايه سالب اتنين ونص وكل ما نسبة الهشاشة بتزيد الرقم بيقل اكتر ممتاز طالما عندنا اياس ظريف ودقيق بحد النسبة للهشاشة خلاص اروح اتطمن انا حتى بقالي كم يوم حاسة بقلم في جسمي الحقيقة اياس الهشاشة بيكون عند سنة 65 سنة وقبل كده مالوش اي لازمة الا في حالات معينة جدا زي انقطاع المبكر للطمف او حدوث كسور بعد اصابات بسيطة او الهشاشة الثانوية وده موضوع معقد ونادر الحدود لا يتسع الوقت الحقيقة لذلك يبقى ابدا مش من دماغنا نروح نضيع فلوسنا في فحص لن يفيد ولما كانت الوقاية خير من العلاج كان افضل علاج للهشاشة هو ان احنا نمنح حدوثها نقدر نمنح حدوث الهشاشة ازاي كالسيوم فيتامين دي ممارسة رياضة لو نسينا كل اللي قلنا عن الهشاشة لازم نفتكر التلات كلمات دول كالسيوم فيتامين دي رياضة فيتامين دال ده افردنا له حلقة مخصوص نقدر نرجع لها لكن اختصارا تعديد الجلد للشمس بدون حائل كل يوم تلت ساعة او تناول الف وحدة من فيتامين دال في صورة اقراط ولو منقيس فيتامين دي في المعمل يبقى نحافظ على نسبته بين الـ 28 والـ 32 ودور فيتامين دال هو امتصاص الكالسيوم من الامعان من غيره مفيش امتصاص للكالسيوم تاخد اي نوع فيتامين دي والانواع المتحة في السوق اجابة الاسئلة دي كلها هتلاقيها في حلقة فيتامين دي نيجي للكالسيوم محتاجة قد ايه كالسيوم كل يوم من 1000 ل 1200 ميلي جرام كل يوم سواء من الاكل او اقراص الافضل يكون مصدر الكالسيوم هو الطعام كل الحاجات اللي قدامكم على الشاشة دي هي مصادر للكالسيوم اهمها على الاطلاق منتجات الالبان والجدول اللي قدامنا فيه نسبة الكالسيوم فاشهر الاطعمة نقدر نوقف الفيديو ونبص عليه لو خدنا كل يوم تقريبا 2 كوب من اللبن وكوب عصير برطقان فاحنا تقريبا اخدنا احتياجاتنا من الكالسيوم في اليوم ده لو مش هنقدر ناخد الكالسيوم من الاكل نقدر ناخده دواء انواع الكالسيوم المتاحة كالسيوم كاربونيت او كالسيوم ستريت ودي اشهر اللي موجود في السوق الكالسيوم ستريت اسهل في الامتصاص لو بناخد الكالسيوم من غير كتابة الطبيب لجرعة معينة نشوف تركيز الكالسيوم على العبوة الجسم تقريبا بيمتص 40% من اللي مكتوب على العبوة فلو مكتوب عليها ان تركيز الكالسيوم مثلا 1000 الجسم بيمتص 400 يعني بياخد 400 ميلي جرام من اللي مكتوب على الارس فنقدر ناخد ارسين او 3 اقراس وبكده هنكون خدنا احتياجاتنا من الكالسيوم يوميا والافضل طبعا استشارط الطبيب وهو اللي يحدد لنا الجرعة اللي ناخدها لو عندي قصور في وظيف الغدة الضرقية وباخد علاج زي الالتروكسين او عندي انيميا وباخد حديد ابعد الكالسيوم عن معاد الحديد والالتروكسين لان وجود الكالسيوم معاهم بيأثر على امتصاص الادوية دي الضلع التالت في مثلث الوقاية من الهشاشة هو ممارسة الرياضة الافضل على الاطلاق لزيادة كثافة العضم هو تقوية العضلات الكبيرة زي اننا روح جم مثلا واضعف الايمان نص ساعة ماشي كل يوم ونقدر نرجع لحلقة خلي حياتك اصعب هتلاقي كلام مهم جدا عن الرياضة وعن المشي طيب لو احنا عاملين اياس هشاشة في مريض عنده اكتر من خمسة وستين سنة ولقينا فعلا في هشاشة هل في في الحالة دي ادوية لعلاج الهشاشة الاجابة طبعا نعم فعا ققير تحفز بناء العظام واخرى بتقلل لنا الهدم استعمال الادوية دي فقط بوصف الطبيب علاجات الهشاشة مكلفة ماديا ومفيش علاج يخلو من مضاعفات واعراض جانبية واحيانا تجي المريضة تقولك انا عاوزة لحقنا متلات تلاف جنيه او خمس تلاف جنيه اللي اخدتها اختي ممنوع منعا باتا تناول الدواء بدون اشراف طبي طيب اروح لمن عشان اعالج الهشاشة جراح العظام او طبيب الروماتيزم وبتوع الروماتيزم اشتر مننا الحقيقة كجراحين عظام في علاج الهشاشة لا سيما الهشاشة الثانوية واللي ممكن تحصل في سن بدري قوي واللي في الصورة دي بعض اسبابها مش حاطت ابدا الجدول ده علشان نبص فيه او نحفظه او نعرف الاسباب ولكن عشان نعرف قد ايه الموضوع معقد والاسباب ممكن تكون جدير جدا وتاخد مننا وقت كتير في التشخيص هكرر تاني لو نسينا كل حاجة قلناها على مدار الحلقتين نفتكر ان مهما كان سني عندي 20 سنة او عندي 80 سنة كالسيام زائد فيتامين دي زائد ممارسة الرياضة بيساوي عظام سليمة دمتم في عفية من الله وفضل وكلامنا كله كان كلام في العظم اشتركوا في القناة